احتفلت ريوان علاء ملكة جمال مصر وافريقيا بزفافة وهي كانت ملكة جمال مصر 2017 وهي من موليد عام 1989 وتبلغ من العمر 33 عاما وريوان علاء أحد الشخصيات البارزة في مواقع التواصل الاجتماعي ونالت الكثير من الأعمال التي حققت نجاحا كبيرا في الفترة الأخيرة وسجل لها الكثير من الأعمال التي سردها في السيرة الذاتية الخاصة بها حيث أنها أحدى ملكات جمال مصر والوطن العربي كما أن ريوان علاء عملت كعرضة أزياء في جمهورية مصر العربية وشاركت في العديد من المهرجانات والاحتفالات الخاصة في الوسط الفني كما لها دور كبير في أعمال التنظيم لعروض احتفالات الأزياء واهتمت بشكل كبير جدا بتصميم الأزياء التي تعد أحد المواهب التي تخصصت بها وهي طبعا تعد من أهم الشخصيات وأحد الشخصيات التي ساهمت في نجاحات المشاركات للعروض الفنية الخاصة بعالم الأزياء وتقلقت ريوان علاء بفستان ملكي مرصع باللؤلؤ الفدي ووضعت على الرأس تاج ملكي يستكمل جمالها وهي كانت في إطلالة رائعة جدا وهي كانت في قمة سعادتها وكانت فعلا جميلة جدا وكانت أميرة وملكة فعلا في يوم زفافها وهي فعلا إنسانة جميلة من جوة ومن برة وإحنا بنتمنى لها كل السعادة وكل التوفيق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر